وسأقوم بوضعهم يا أصيقاء على شكل متلت أو على شكل هرم الخاص بالماسونية لأنني إذا وضعتهم على شكل متلتات فميل ممكن أن يظهر لنا شيء عجيب جدا لقد اقتربنا اقتربت تالية الآن ماذا سيحدث يا أصيقاء هسيحدث شيء رهيب لا أصدق أن هذا حدث للمخلوق الفضاء يا شباب السلام عليكم يا شباب معكم ياسين من قناة ياس بلايس اليوم تقيتكم بفيديو جديد وحلقة جديدة من لعبة جة اي فايف أتمنى أن يكون يومكم بخير يا شباب أنا الحمد لله يوم بخير وعلى خير إن شاء الله في الفيديو الخاص بليوم وحلقة اليوم سنقوم بشيء رهيب جدا يا أصيقاء لأن هناك في النورشيانكتن هناك إستر إيج لقد كانت صراحة من منذ بدء لعبة جة اي فايف لكنني اليوم قررت عمل هذا الفيديو ومشاركته معكم يا شباب لكن قبل أن نقوم بالبدء انتظر سأقوم بوضع الويب بونت في المطار لأنه يجب علينا الذهاب إلى المطار يا أصيقاء لكي نستطيع الطيران إلى النورشيانكتن هناك يا شباب مخلوق فضائي في النورشيانكتن متجمد أعتقد بأن المخلوقات الفضائية ذهبت إلى النورشيانكتن بأحد السفينات الفضائية الخاصة بهم لكن أحد المخلوقات من الممكن يا شباب أنه سقط مباشرة وسط ذلك الوادي وبهذا يا شباب فإنه تجمد ونحن نستطيع رؤيته بشكل جيد جدا في النورشيانكتن كذلك في إمكاننا رؤيته أثناء عملينا المهمة الأولى الخاصة ببرولوج لكنني يا شباب لم أقوم بالذهاب للمنطقة الموجود فيها ولم نقوم برؤيته بعد إن شاء الله في هذه الحلقة سنقوم بالذهاب عنده وكذلك سنحاول إحضار الشخصيات بتلاتة في تلك المنطقة لكي نرى ونكتشف ماذا سيحدث يا شباب إذا اجتمعت ثلاثة معا وكذلك من الممكن أن نقوم بإحضار براد لماذا لأننا نستطيع سنحاول كذلك إحضار براد لكي نرى ونكتشف ماذا سيحدث هل مثلا ذلك أو ذلك المخلوق الفضائي سيخرج مثلا من ذلك المكان وسيهرب أو سيطير إلى السماء كل هذا إن شاء الله سنكتشفه في الحلقة الخاصة باليوم قبل أن أبدأ في تسجيل الفيديو لقد قمت بالبحث قليلا في الويكيبيديا وحاولت البحث حول ولكي أرى وأكتشف ما هي قصته كيف مثلا وصل إلى تلك المنطقة إلى آخر وكيف تجمد لكنني صراحة لم أجد أي شيء وجدت فقط لإستر ايج لكنني لم أجد أي شيء حول حسنا ما علينا فعله فقط هو المجيء هنا وبهذا سنتنقل أوتوماتيكيا إلى النورد يانكتن كما تلاحظون يا أطيقة لقد تنقلت أوتوماتيكيا إلى النورد يانكتن الأجواء فهي تلجية سأحاول إيقافات الشخص وصرقة سيارته آسف لكن آه آنيسة مسكينة أحتاج إلى سيارتك هي أجوال آنيسة لا السلام آسف صراحة صراحة أنا متأسف لكنني احتاج إلى سيارتها سنحاول الذهاب الآن مباشرة إلى تلك المنطقة رغم أنني لا أتذكر جيداً إنه هو لمكان بالضبط لكن يجب عليه اكتشاف الأمر ما الذي يوجد هنا؟ اوه نعم هنا قمنا بالمرور هنا قمنا بالمرور بواسطة السيارة فجاء القطار وضربنا في مهمة جيد وهنا متأبراد المسكين في هذه المنطقة تم تسديد عليه حسناً أعتقد بأنني تذكرت الطريق يجب علي العودة من هنا والدوران على اليسار لأن المطار الخاص بالنورشيانك فهو المكان الذي ظهرنا فيه يعني فهو موجود في تلك المنطقة الآن علي فقط الذهاب من هنا وسنجد الجسر على اليسار ها هو الجسر نعم لقد رأيته ها هو الجسر ممتاز المخلوق الفضائي فهو موجود أسفل من هذا الجسر جيد جيد علي النزول من هنا انتظروا سأقوم بعمل بعض لإضافة لهذه السيارة لكي تكون قوية أكتر جاياً لقد أصبحت السيارة قوية أكتر هنا سنجد المخلوق الفضائي هو متجمد في هذه المنطقة نعم ها هو يا أصدقاء هو متجمد في هذا النهر ها هو يا شباب المخلوق الفضائي حقيقة موجود في جيتا افايف ها هو كما تلاحظون هو متجمد اعتقد يا شباب بأن المخلوقات الفضائية لقد جاءوا بسفينتهم الفضائية إلى هنا لا أعلم صراحة الشيء الذي قاموا بفعله واعتقد بأن هذا الشخص لقد نزل من السفينة الفضائية وتجمد في هذه المنطقة يعني من الممكن أن نجد سفينة فضائية فوق منا مباشرة ها هو يا شباب الحقيقة هو موجود ومتجمد سأحاول استعمال لكي أرهر سأستطيع مثلا الامساك به لا أستطيع شباب الامساك به لا أستطيع شباب الاختيارة ولا الامساك به ولا أي شيء النصف من جسمه فهو متجمد والنصف الآخر فهو موجود أسفل من العالم والشيء العجيب والغريب في منطقة نورتيانك تنهي أنها تطير في السماء اذا لاحظتم فإن شركة روكستار ووضعت منطقة نورتيانك تن وسط البحر وبالنسبة للوسانتوس فهي موجودة يا شباب هنا يجب علينا الماجي هنا ها هي لوسانتوس لوسانتوس فهي موجودة هنا وعندنا في هذه المنطقة البحرية عندنا النورتيانك بعدما اكتشفنا بأنها موجود هنا الآن سأقوم بالتغيير ولعب لعبة وبعدها سأقوم بإحضار مايكر وفرانكلين وبراد لهذه المنطقة لكي نرى ونكتشف ماذا سيحدث إذا جئت بمايكل واتريفر وبراد أثناء قيامنا بمهمة برولوج إلى هنا لأن شركة روكستار في مهمة برولوج فهي يتمنعنا من المجيء إلى هذه المنطقة والبقاء مدة طويلة يعني في إمكاننا المجيء بالسيارة إلى هنا لكن لا يمكننا البقاء مدة طويلة إذا جئنا فقط وبقينا نشاهد المخلوق الفضاء مدة على ما أعتقد خمسة إلى عشر تواني فإن اللعبة ستفشل وسستظهر لنا على ما خاص بفشل اللعبة لكن بسبب الموضات فنحن نستطيع إحضارهم بدون أن تفشل المهمة وهي لكي نقوم بعملها يا شباب وأعدت لكم يا أصدقاء لقد قمت بعمل المهمة وقطعت الفيديو لكي لا يكون طاول كثيرا جيد جيد سنحاول الذهاب من هذه المنطقة هكذا ممتاز ها هو الجزء نستطيع الذهاب له يا شباب من هنا بدون أن يحدث لأي شيء للمهمة لكنني عندما سأقف هناك فمن الممكن يا شباب أن نخسر المهمة لذلك سأقوم بحد في السيارة سأسرق روح براد سرقت روح براد كل شيء ممتاز سنقوم الآن بالذهب مباشرة إلى المنطقة التي يوجد فيها المخلوق الفضائي ها قد وصلت لقد سقط براد نعم المخلوق الفضائي فهو موجود يا شباب حقيقة موجود لكن تغير لونه هنا هل هل لأن الأجواء أو توقيت تغير لذلك تغير لونه غريب لقد كان لونه أخضر عندما جئنا إلى هذه المنطقة يشبه بواسطة فرانكلين لكن الآن أصبح لونه أزرق عجيب جدا حسنا ها هو براد يا شباب سأقوم بوضعي في هذه المنطقة سأستعمل وسأقوم بإحضار دريفر ومايكل اين هو دريفر جيد ها هو واو مكان بعيد جدا ها هو مايكل سأحضر مايكل اولا بعدها سأحضر دريفر وسأقوم بوضعهم يا أصيقاء على شكل متلت أو على شكل هارم الخاص بالماسونية لأنني إذا وضعتهم على شكل متلتات فمن الممكن أن يظهر لنا شيء عجيب جدا لأنكم كما تعلمون فإن الماسونية والسحر والشعود عندها قوة هائلة يا أصيقاء في وقتنا هذا ممتاز سأضعهم على شكل متلت الماسونية كما تلاحظون هم الآن موجودون على شكل متلت وسوف نرى ونكشف الآن سأقوم بتغيير التوقيت لأنه يجب علينا تغيير توقيت يا شباب إلى الثالثة صباحا لكي تظهر لنسفون الفضائية وكذلك يجيب علينا تغيير الأجواء إلى الرعد ولا بارك سأقوم بتغييرها الآن الأجواء غيرتها إلى الرعد ولا بارك توقيت يا شباب الآن فهو الثانية والسبعة وخمسون ليلة لقد اقتربنا اقترب الثالثة الآن ماذا سيحدث يا أصيقاء الساعة الآن فهي الثالثة والخام وخمسة دقائق لكن لم يحدث أي شيء بعد المخلوق الفضائي فهو لا يزال في هذه المنطقة الأجواء الآن أصبحت رعدية وبارقية سأقوم بإيقاف الوقت في الثالثة صباحا وسأقوم يا أصيقاء باستدعاء أحد الأشخاص يجب عليها ترك براد في منطقته لقد استدعيت هذا أحد الأشخاص وقمت بسرقة روحي وكما تلاحظون عندنا مايكل وتريفر وبراد على شكل متلة الماسونية هنا وعندنا هنا كما تلاحظون يا شباب عندنا المخلوق الفضائي الآن سأقوم بالوقف هنا في الوسط مباشرة يا شباب فوق المخلوق الفضائي وسأقوم بالضغط هكذا وسأطير مباشرة إلى السماء مئة في المئة يا شباب من الممكن أن نجد انتظروا انتظروا ما هذا الشيء الموجود هنا اوو الأضواء فقط اعتقدت يا شباب بأن أحد الأشخاص على النار هناك لكن هذه فهي الأضواء فقط الخاصة بالشارع حسنا سأطير الآن مباشرة وسنرى ونكتشف هل هل سنستطع ايجاد المركبة الفضائية التي نزل منها هذا المخلوق الفضائي ام لا ام من الممكن ان نجد شيء رهيب جدا سنقوم اول مرة باكتشاف في جتائي فاي حسنا لقد ساعت لقد ساعت اعتقد بانني ساعت الآن اكتر من الف متر ساعت الآن اكتر من الفين حسنا بين الالفين وبين الثلاثة الاف فان السفن الفضائية توجد اذا لم تكن موجودة هنا فهي غير موجودة كما تلاحظون عندما يضرب البارق فاننا نستطع مشاهدش اشياء غريبة جدا شوفوا عندما سيدرب البارق ها رأيتم يا اصقع عندما يضرب البارق فاننا نستطع مشاهدش اشياء غريبة جدا وهي ليست سحوب هي اشارة غريبة ومربعة كذلك تشبيل مربعات البيضاء والسوداء الخاصة بالماسونية ها رأيتم يا شباب غريب جدا غريب ووو لقد خفت يا ها رأيتم يا شباب مربعات تشبيل المربعات الخاصة بالماسونية شيء عجيب جدا صراحة سانزل يا اصقع لا توجد لا سفينة فضائية ولا اي شيء كنت اعتقد باننا سنستطع ايجاد السفينة الفضائية لكننا لم نستطع ايجادها يا اصقع اعتقد بان شركة روكستار قامت بحد فيها من اللعبة لكن تلك المربعة فهي غريبة جدا واو عدت لكم يا شباب لقد قمت الان بعمل لسيف قمت بانهاء اللعبة فيها مئة في المئة ولكي تتأكدوا بانني قمت بانهاء اللعبة مئة في المئة سنقوم بالذهب الى اعلى جبل في جتا اي فايف لقد قمت بتغيير الاجواء كما تلاحظون لقد ظهرت لنا السفينة الفضائية لذلك اعتقد ما ساقوم بفعله لان هو انني ساقوم بالذهب مباشرة الى النورت يانكتن قرب من المخلوق الفضائي المجمد وبعدها سأحاول احضار فرانكلين ودريفر وكذلك براد وبعدها ساطيري يا شباب في السماء لكي نرى ونكتشف هل فعلا سنستطيع ايجاد السفينة الفضائية التي نزل منها ذلك المخلوق الفضائي المجمد ام لا من الممكن ان يحدث شيء راهيب كل هذا سنكتشفه بعض اللحظات لقد جئت يا شباب الى النورت يانكتن بواسطة مايكل اهو مايكل ساضعه هنا الان ساقوم بالتغيير الى فرانكلين او تريفر سنقوم بالتغيير اولا الى فرانكلين بعدها ساقوم باحضاري كذلك الى النورت يانكتن بعدها نفس شيء سنقوم بالنسبة لتريفر وبالنسبة لبراد ساقوم باستدعائه لانني استطيع استدعائه بواسطة الموضاته جيد مايكل فهو موجود يا شباب استطيع رؤيته رأيتم يا اثقاء مايكل موجود لكن ليلا اريد الاقتراب عنده لكي لا تحدث لنا اية مشاكل الان ساقوم بالتغيير الى تريفر لقد غيرت الى تريفر وكما تلاحظون فرانكلين فهو موجود انظروا هو موجود ساقوم بعمل زوم فقط لكي يظهر لكم بشكل جيد وكذلك مايكل فهو موجود يا ثقاء هو واقف قرب من المخلوق الفضاء المجمد حسنا ساحاول ابعاد تريفر هنا لكي لا تحدث لنا اي مشاكل لان علي اولا صريقة تروح شخص ما وبعد اي شباب فانا استطعت حركهم بدون اي مشاكل ها هو تريفر نفس الشيء بالنسبة لتريفر ساضعه في هذه المنطقة واذا راحتم لقد قمنا الان بانشاء متلة خاصة بالماسونية جيد الان ساقوم يا شباب باحضار براد وبراد ساقوم بوضعي هنا لكي نقوم بانشاء شكل هندسي رائع جدا اعتقد بانها يشبه متوازي الاضلع ها هو براد ساضعه هنا جيد اعتقد هل هذا هو متوازي الاضلع لانها عندنا هذا الضلع فهو موازي مع هذا الضلع وعندنا كذلك هذا الضلع هنا موازي مع هذا الضلع بالنسبة الاشخاص الذين يدرسون الرياضيات سي فهمونا يا شباب ممتاز الان لقد قمت بسريقة تروح ذلك الشخص كذلك براد سا اختار وسا اضعه فروس لكي لا يهرب الى اي مكان لقد سرقت روح هذا الشخص فقط لكي لا تهرب الشخصيات الان ساحاول الذهاب والاقتراب منهم عندنا الشخصيات الان باربع يا شباب قرب المخلوق الفضاء المجمل عندنا مايكل مايكل يقوم بالتدخين عندنا فرانكلين فرانكلين لا اعلم صراحة دخل الى الفيسبوك الخاص بملاجف ام ماذا وعندنا هنا تريفر والشيء العجيب والغريب هو ان تريفر فهو يعطير يا شباب وكذلك فرانكلين ومايكل بالنسبة لبرادة هو الشخص الواحد الذي نزل ووقف فوق الارض عجيب جدا وعندنا كذلك الشخصية الرابعة التي خانها مايكل وهو براد المسكين يا شباب الان ساقوم بتغيير الاجواء كالعادة الى الليل لقد غيرت التوقيت الان الى التايسة صباحا ما علي فعله الان فقط هو تغيير الاحوال الجوية الى التاندرز ممتاز لقد غيرتوا يا اثقاء عندنا الشخصيات بثلاثة وكذلك قمت باذهار براد ماذا سيحدث يا شباب هل سمتلا سيخرج هذا المخلوق الفضاء المجمد وسياطير هنا لم يخرج بعد يا شباب انا الان استعمل سيف جيم قمت بانهاء اللعبة فيها مئة في المئة يعني اذا كانت ستظهر لنا سفينة فضائية فانها ستظهر يا شباب فوق لذلك سأحاول يا اثقاء استعمال النوكليب ممتاز انا الان واقف مباشرة فوق من المخلوق الفضائي ساطير مباشرة الى السماء لكي نرى ونكتشف ماذا سيحدث. جيد جيد عندنا الشخصيات باربعة هناك. ممتاز لقد ترتش الى السماء. تقريبا انا الان مبتعد الفين متر. سأصمر في الابتعاد. جيد حتى اقترب تقريبا بين الفين وخمسمة او ثلاثة الاف متر. اعتقد بانني ابتعدت ما فيه الكفاية اذا كانت هناك سفينة فضائية في يجب علي الظهور. كما تلاحظون فانا استطيع من هنا رؤية جبل ماونت تشيلياد. استطيع كذلك رؤية المدينة. لكن لم يحدش اي شيء. ساستمر في الصعود قليلا. بدأت تظهر للمكعبات يا شباب الخاصة بالماسونية. مكعبات البيضاء والسوداء. لكن لم يحدش نعم. لقد ضرب البرق وظهر جيء اثقاء تلك المربعات. لكن لم يحدش اي شيء. عجيب. اعتقد بانه لا توجد سفينة فضائية. انا الان نازل من سماء لكنني احاول في نفس الوقت اكتشاف الامر لكي ارى واكتشف لهناك سفينة فضائية ام لا. لا اعتقد بان هناك سفينة فضائية في المنطقة. لقد بحجت جيدا. لا استطيع النزل. لقد حدث لنا نفس المشكل الذي حدث في المرة الاولى. اعتقد الان استطيع النزل. هي هي انزل انزل. جيل الحمد لله اخيرا نزل. هي انهض. انهض. جيل. لقد حدث لنا نفس الشيء الذي حدث لنا في الحلقة السابقة يا اثقاء الخاصة بتدمير السفن الفضائية. لكن صراحة غريب جدا لم يحدث اي شيء. اعتقد بابنها لن يحدث اي شيء يا اثقاء. مئة في المئة لن يحدث اي شيء. لقد صارك تروح مايكل. وتكلم معي فرانكلين. جيل. ايا تعال يا فرانكلين. لا استطيع تحرك. لماذا لا استطيع تحرك. واو. فرانكلين اخرج السلاح. هل يريد العراك? استطيع الان تحرك. ممتاز. واو. مايكل عنده التلج. كيف حصل مايكل على التلج. ماذا سيحدث ايضا ضربت تريفر بالتلج. لقد ضربت تريفر بالتلج. جيل. استطعت اخذ التلج مرة اخرى. بوم. لقد ضربت تريفر بالتلج. هيا جيد جيد. لقد اخذ التلج مرة اخرى. سا اضرب براد هذه المرة. بوم. او لا استطيع يا شباب اصابه براد. يجيب علي احد في الفروزن. ساقوم باخذ التلج. جيد. لقد ضربت براد كذلك. ضربت براد في التلج. غريب. ايا سا اضرب مرة اخرى تريفر. ضربت تريفر مرة اخرى. صراحة عجيب جدا. السطع يا اصيقاء اضرب تريفر بواسطة تلج. ساعات طويلة بدون ملن. بوم. ضربتهم. عجيب صراحة عجيب. ايا ايا ايا. ايا فرانكلين سنقوم بالداب وسنترك تريفر هنا. يمنسى انه ماذا سيحدث اذا قمت بتغيير الى تريفر. لقد ابتعت انا وفرانكلين. لا السطع تغيير الى تريفر. اوه. مع الاسف شديد. لماذا لانني اخدت فرانكلين في جولة. انتظر لو سنأتي الى هنا ونقوم بشرب بعض من العصير. انا يا شباب لا اقوم بشرب الشرب. انا اقوم بشرب العصير فقط. لذلك ساتي الى هنا. هنا يمكنني شرب العصير. اوه. هذا العصير جيد جدا. تعال يا فرانكلين تعال. هل سستطيعون يا شباب سياقة في هذه الاحوال بشكل جيد. انظروا انظروا انا استطع. اوه. تلك السيارة طارت في السماء. اوه. ماذا حدث له هذه السيارات. ماذا هذه السيارات اصبحت مجنونة جدا. مع السلامة يا فرانكلين. جيد. الان استطيع تغيير الى تريفر. ساغير لا فقط لك ارى واكتشف اين هو الان. هل بقي في النورت يانكتن? لا. لقد تغير من النورت يانكتن. وجاء الى هذه المنطقة. ماذا يفعل تريفر هنا? هو. تريفر يتعارك مع هذا الشخص. لقد قتله. قتله. لقد قتله يا صيقاء. جاء تريفر من النورت يانكتن اللي كيقوم بقتل هذا الشخص المسكين. ينتظرو. نعم لقد قتله مات耶. لقد قتله اريفر. لكن تريفر قام بقتله. ها تمنى اتمنى اعجبكم الفيديو الخاصي بالناول الفكرة الخاصة بالنمه sinns فقط. شكرا لكم. في الفيديوهات السابقة على القناة تحياتي اليكم يا اصيقاء. اعتنوا بأنفسكم. والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة